شهدت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان في قاعة نور للإحتفالات والمؤتمرات حفلا خطابيا ومعرضا تراثيا وثقافيا وتربويا أقامته إدارة رياض أطفال أبيان وبمشاركة ثلاث مديريات هي زنجبار وخنفر وأحور وبحضور عدد من القيادات التربوية والتعليمية في المديريات الثلاث في الحفل ألقى محافظ أبيان للواروك نابو بكر حسين سالم كلمة السلطة المحلية هنأ فيها الجميع بقدوم عيد الأضحى المبارك مشيدا بالمستوى الرفي للإعداد والتحضير للفعالية التي أقامتها رياض الأطفال في المحافظة وبإشراف الإدارة العامة لمكتب التربية والتعليم مؤكدا على أهمية التنشئة السليمة للأطفال وإطلاعهم على تراث أبيان كمرجعية ثقافية هامة لافتا أنه تقع على قطاع التربية والتعليم مهام كبيرة بما فيها رياض الأطفال من جانبه ألقى مدير عام التربية والتعليم الدكتور والضاح المحوري كلمة أشار فيها إلى أن الاحتفالية والمعرض التراثي يقدم صورة عن التراث بمحافظة أبيان الغنية بمختلف أنواع التراث شاكرا الجهود التي قامت بها إدارة رياض الأطفال في إطار الأنشطة التربوية والتعليمية للارتقاء بمختلف الأنشطة الثقافية والتعليمية هذا وقد تضمن الحفل فقرات تمثيلية ومشاهد عن القرية التراثية التي تحتوي كل الأشياء والمورثات والأدوات التي كانت تستخدم قديما ورقصة الميحة وجميعها نالت إعجاب الحاضرين